فندم تفتيش حرب بمعنى الإطمئنان لجهزية القوات للدخول في حرب؟ طبعاً إن إحنا هذه القوات جاهزة لكي تخوض أي عمليات دفاعاً عن حدود الوطن وده فندم بيحصل بشكل دوري ولا بيبقى إيه بالسرطة؟ وإمتى يحضروا رئيس الكمورية؟ بيحصل بيسموه مشاريع في القادة المسلحة مشروع قتال أحياناً بيحضر وزير الدفاع وده بيبقى على أعلى مستوى وأحياناً بيحصلوا رئيس الأركان ويبقى على أعلى مستوى وطبعاً قادة الجيوش والفرق والكتايب والسرايا بيعملوا ده بشكل دوري وبحيث النكتة زي اللاعب الكرة لازم يبقى طول الوقت بيتضرب ما يبروحش على المتشاط بس فنان وموسيقي والعازف والمغني كله بيتضرب فالتوقيت الحياة مهمة جداً وزي ما بقول لحضرتك فكرة أنه هذا توقيت يدعو إلى الاطمئنان أنه تطمئن الجبهة الداخلية الشعب المصري بكامله أن لديه جيش عظيم وقوي وقادر على أنه يحمي حدود الوطن والحقيقة المعادلة دي موجودة من هداف ثورة يولو 52 واحد من أهم أهداف الثورة إنشاء جيش وطني قوي والحقيقة طول الوقت من 52 حتى الآن وأعتقد إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها لدينا إن شاء الله جيش قوي ووطني بسطته دائماً أبداً تجاه الوطن بسطته دائماً تجاه الشعب وخيارات الشعب لديه القدرة لديه الآن يعني جاهزية عالية جداً لأنه اللحظة اللي احنا بنمر بها لحظة شيئية الحراج الحقيقي ليست بالنسبة لمصر فقط ولكن بالنسبة للوطن العربي جميعاً نعتقد أنه بالنسبة الإقليم أيضاً الكيان الصهيوني خنجر مسموم تم غرسه بحرفية شديدة جداً في خاصرة الوطن العربي وهذا جزء من استهداف مصر مصر كانت مستهدفة وما زالت مستهدفة وستظل مستهدفة وجود هذا الكيان بيفصل المشق العربي عن المغرب العربي رغم أنه هذا الكيان لا يمتلك شرعية إلا قرار التأسيم نوفمبر قرار 181 قرار عم المتحدة 47 قرار التأسيم ومن هذا القرار من نوفمبر 47 لمايو 48 بإعلان الدولة جرت مذابح يعني يشيبوا لها شعر الولدان بقادير ياسين وكفرقاسم ووعد دولة ما فيهاش نوة ده الحقيقة لكن في النهاية ما فيش احتلال بيدهم طب اسمح لي يا أستاذ محمد هذا القرار نص على التوصية بتقسيم فلسطين الانتدابية إلى دولتين عربية ويهودية ونص على وضع دولي خاص لمدينة القدس مضبوط فكرة فلسطين الانتدابية دي لأنها كانت تحت الحماية البريطانية والقرار ده كان بيدي اليهود حوالي 51% وبيدي الفلسطين حوالي 47% والقدس لها وضع دولي هذا القرار بعد أقل من عام ذهب الكيان العبري إلى الأمم المتحدة ليحصل على عضوية الأمم المتحدة تمت الموافقة بشرط تنفيذ قرار التأسيم هو لم ينفذ حتى الآن هم عايشين يا فندم على كم في المية بقى من 47% أنا هقول لحضرتك حاجة الغريب أنه هم في 48 تم التغول وتم تدخل الغرب كما تدخل الغرب الآن في اللحظة الآنية وسيطر اليهود على 79% من فلسطين التاليخية ولم يتبقى العرب إلا 21% من فلسطين التاليخية عشان كده كل القادة العرب بعد لقاء زيارة السيدات للقدس بيتكلموا على دولة فلسطينية على حدود ما قبل 67% وعاصمة القدس الشرقية اللي هي 21% من يا ده منتهى الأمل ده تخيل بقى تخيل يعني لو كانوا وفقوا مثلا بمحادثات كان بديفيد كانوا هيحصلوا على ال 21% دي مثلا ما معتقدش ودلوقتي ولا هيحصلوا على حاكم دلوقتي وانت في أسله سنة 93 تم التوافق على قامة دولة فلسطينية بعد عشر كان ولا كان لا عشر في المية عشر في المية وهم استوطنوا بعدها كثير خلي بالحظة مزبوط كده الضفة الغربية تم اقتطاع 40% منها للمستوطنات الغزة تم اقتطاع ما يسمى بغلاف غزة اللي فيه أكثر من 30 مستوطنة فانت النهاردة لدينا ثلاث قرارات دولية واجبة التنفيذ منها قرار هو الشرعية الوحيدة التي قام عليها هذا الكيان اللي هو قرار التأسيم فهل الغرب النهاردة اللي بيدافع عن إبادة المدنيين وعن جرائم الحرب وعن التطهير العرقي وبيقولني ده حق هذا الكيان بأنه يدافع عن نفسه الغرب ده ما رجعش نفسه مش هقول حقوق الإنسان لأنه عندهم طول الواتس دواجية في معايير حقوق الإنسان لكن ما رجعش نفسه أنه فيه قرار تأسيم واجب التنفيذ من أول المتحدة وأن دي الشرعية الوحيدة للادى لهذا الكيان العبري ما رجعش نفسه أنه الخادة العرب كلهم من المحيط إلى الخليج موافقين على دولة فلسطينية على 21% من الفلسطين التاريخية مش ما رجعش نفسه أنه فيه الفلسطينيين وفقوا في أصله على دولة فلسطينية على 10% فقط أي حل من الثلاثة طبعا إحنا العرب إحنا العرب تحديدا عايزين فلسطين من البحر للنهر فلسطين كاملة لكن يا سيدي أنت النهاردة يا غرب حضرتك في محنة دلوقتي أه لكن لأنه بحديتك تقول إحنا العرب يبقى حضرتك في محنة شديدة لأنه محدش فتح بقه على تمزيق مندوب إسرائيل القرار بتاع الأمم المتحدة أخيل لا ده مش كده بس حضرتك ده سفير الدولة العبرية في الأول المتحدة طلب بإقالة جوتريتش لأنه تحدث إنه ما حدث من الفلسطينيين مجرد ردة فعل يعني السناء السناء دي طب حماس موجودة في غزة طب الضفة الغربية فيها مين أنت النهاردة قاتل في الضفة الغربية السناء دي فوق 300 رجل وطفل وامرأة يعني مسألة واجتياح الجنين وتدنيس المسجد الأقصى كل يوم تحت حرص الشرطة تغير جرائم المستوطنين يعني أنت في النهاية في النهاية هذا المشكلة أستاذ إيهاب الحقيقية أن الغرب هو الذي صنع المشكلة وأن الغرب اليوم كأن يبحث عن حل المشكلة فالمشكلة أنك أنت كعرب وكمسلمين وكمسيحيين في هذا الماضي المنطقة من العالم يجب أن تبحثوا عن حل بأيديكم لن يحك ظهرك مثل ظفرك الحكمة العربية القديمة فهي القضية النهاردة العرب للأسف أنت شايف أن في بعض العرب يعني يعني الحقيقة مواقفهم شديد يعني الحرك بالنسبة لهم الحقيقة أنه يا أخي يا أخي زي ما حداك قلت كده يا أخي اتكلم قول احنا عايزين قرار التأسين قول عايزين فلسطين ما قبل 67 قول عايزين حتى فلسطين بتاعت أسلو المهم يبقى فيه دولة الأمم المتحدة كمان أصدرت قرار بتجريم كل أنواع الاحتلال في العالم أي ولا يوجد احتلال في العالم الآن يا أستاذ إيهاب إلا احتلال اليهود للأراضي الفلسطينية أي وفيش احتلال بيدوم حقيقة إنك كمان خلي بالك إن الرئيس اتكلم كذا مرة الحقيقة الفترة اللي فات بي مش بس تجريم سنة 74 صدر قرار من الأمم المتحدة بتأكيد شرعية المقاومة المسلحة من قبل الشعوب المضطهدة سعيا وراء حق تقرير المصير وإدانة الحكومات التي لا تدعم هذا الحق أزيدك من الشعر بيتا في 88 تم إعلان الدولة الفلسطينية في إعلان الجزائر ذهب الكائن الصيوني إلى الأمم المتحدة يشكو إن ده تتعدي على حقوقه فالأمم المتحدة قالت له أبداً هذا الإعلان للدولة الفلسطينية توفق تماماً مع قرار التأسين يعني يا القضية إنه إحنا بننسى دولة يعني مش موجودة على الأرض إنت لازم إنك حل هذه المشكلة هو وجود دولة فلسطينية واضحة المعال عشان تحل هذه المشكلة مش هتتحل بالشكلة واليهود خلي بالحضرات كمان عندهم إشكالية كبيرة جداً أكتر دولة يهودية عاشت في العالم استمرت 80 سنة فهو عنده هاجز الزوال أولاً أنه مغتصب وأن هذه أرض ليست أرضه وأنه ادعى أنها أرض المعاد وأن هيكل سليمان هم عملوا حفائر تحت كل سنطي تحت المسجد الأقصى وجيه يعني بعثات آثار من كل دول العالم وبحثت ما فيش أي دليل على وجود ما يسمى بالهيكل في هذه المنطقة وخلي بالحضرات كمان برضو ده معلومة تاريخية مهمة جداً سنة 29 صارت أزمة بين العرب والمسلمين واليهود على حق البرق فالإنجليز المحتلين فلسطين كونوا محكمة دولية محكمة دولية جاءت المحكمة الدولية بكامل هيئتها إلى القدس وأخذت ورق من اليهود ورق من المسلمين وأثبتت بما لا يدعى مجالاً للشك أن المسجد الأقصى وكل ما يوحيطه من أراضي القدس هي أراضي عربية فلسطينية منذ مئات السنين حق البرق ده اللي هما بيقولوا حق البرق هما بيقولوا الطل الوحيد اللي فاضل من هيكل سليمان وأحضر لك دي محكمة دولية صدر قرار بيها في 31 والإنجليز أصدروا ما يسمى بالكتاب الأبيض ومنعوا اليهود من إقامة أي تقوص حوالين حق البرق خليني أرجع للجيش المصري لأنه وقتين مش كبير وحضرتك عندك معلومات عظيمة الجيش الثالث أسس بعد 67 بقرار من الرئيس عبد الناصر لحماية المنطقة الشرقية وقناة السويس وهو موجود من الإسماعيلية للسويس وفيه سبع فرق كل فرقة الفرقة النهاردة اللي شافها السيد الرئيس دي كانت الفرقة الرابعة وفيها كل الألوية يعني فيها أفرع متعددة من قوات المصري شوف لو حضرتك مش مصري وغمضت عينك وفتحت شفت هذا الكم المرعب من الاستفاف والمعدات والجاهزية والأسلحة تشعر بإيه؟ أولا أنا كمصري أشعر بالفخر أنه لدي مثل هذا الجيش القوي الوطني اللي لديه إصرار على حماية كامل حدود هذا الوطن وأنه لا تنتقص حبة رمل واحدة من هذا الوطن المصري أنه مصري خلي بالك من الدول القليلة جدا اللي حدودها ما تغيرتش لو مش مصري نعم لو مش مصري أعمل ألف حساب يعني لو أنا في العلل القطات اللي شفتها في تلفزيون النهاردة تؤدي إليك بالتأكيد لو أنا عربي أشعر أيضا بالفخر لأنه لديك جيش من الممكن أن يساند في كل قضيانة العربية لو أنا في الإقليم بقى مفتخر أوي لو أنا عدو أو خصم أتحسب يعني أتحسس لقباتي الحقيقة مش أتحسس لقباتي لأنه هذا الجيش قادر على قطع أي رأس تحاول الانتقاص من أقدار ومقدرات مصر